تمكن أعوان والحماية المدنية من أجلائي وفي عمليات متفرقة حوالي 66 شخصا حصلتهم مياه الأمطار عبر عدة أماكن من ولاية الأغواط جراء التقلبات الجوية التي عرفتها المنطقة ومست هذه التدخلات التي انطلقت فجر أمس الجمعة أشخاصا من داخل منازلهما السكنية خصوصا بعاصمة الولاية وكذا مسافرين كانوا على متن وسائل ينقل ومن أهمية هذه العمليات التي شملت 29 شخصا بمنطقة المرجع عند المخرجي الشمالي لمدينة الأغواط ينتمون لعائلات تقطن داخل بساتين تقع بمحاذاة وديمزي فضلا عن عمليات مماثلة بتجمعات حمدى وبرج سنوسي وسليسلا وتوجد كلها بعاصمة الولاية اشتركوا في القناة